اهلا بحضراتكم في قناة دكورو الرسم النهاردة مع انا فكرة رسمة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله اول حاجة ببدأ احدد مكان الرسمة وهي متر في متر زي ما حضراتكم شفته وبعد كده ببدأ احدد دماغ البنت اللي انا هشتغل عليها 15 سنتي في 15 سنتي وطبعا انا لما بحدد ال 15 سنتي دول ببدأ احكم الرسمة ولما بحط لازق يمين وشمال وفوق وتحت بحكم الرسمة بتاعتي اكتر بعد كده ببدأ اعمل الايد زي ما حضراتكم شايفين وبكمل شكل الايد بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها طبعا اللازق اللي انا هحطه ده مش بعديه فبيبدأ يحكم لي الشكل بتاع الرسمة وما بتهش مني بعد كده ببدأ اعمل جناح الفراشة اللي هشتغل عليها وطبعا انا محدد المساحة اللي هشتغل فيها فما مش بطلع بره عنها والموضوع بيبقى اسهل شوية بعد كده ببدأ معاي الصورة وطبعا انت لو عايز الصورة دي هتبدأ اتاخدها من اخر الفيديو بعد التشتيب هتاخدها سكرين وتشتغل بيها زي ما انا شغال كده بعد كده ببدأ اعمل الفراشة بنفس الطريقة اللي موجودة في الصورة زي ما حضرتك شايف طبعا انت ممكن تحدد بقلم الرصاص الاول وبعد كده تشتغل بالقلم الاسود يعني مش لازم تشتغل بالقلم الاسود على طول حدد الاول بالقلم الرصاص وحدد الرسمة بتاعتك وبعد كده ابدأ اخطط بالقلم الاسود ولو مش عايز تخطط بالقلم الاسود وتشتغل على القلم الرصاص مفيش مشكلة بس انا بشتغل كده بحيث اللي انا اوضح لك الرسمة اكتر ببدأ اقفل القلب بتاع الجناح وبعد كده ببدأ اكمل الرسمة بتاعتي وبارسم شكل وردة على الجزء اللي على الشمال بحيث الجناح جاي في اليمين الجزء اللي على الشمال بيبقى فاضي ببدأ اعمل فيه وردتين وممكن تعمل اكتر من كده مش هيبقى فيه مشكلة لان انت بتملأ الجزء اللي على الشمال ده بحيث اللي هي عادل جناح الفراشة وتبقى الشكل متناسك عايز تزود وردة تحت الوردتين دول هيبقى شكلها كويس مفيش مشكلة بعد كده بنبدأ نعمل الخط اللي في الظهر ونعمل الفرع اللي هتعمل اخضر وبعد كده بنبدأ نجيب شوية ابيض وشوية جملي ونقطة بني وطبعا عشان نجيب شكل الجسم او الايد والظهر زي ما حضراتكم شايفين لما بتقلب الجملي والبني والابيض بيديك نفس اللون البشرة يا طبعا دي الوان بلاستيك مطة او نص لامع مفيش مشكلة انا شغال بمطة بحيث اللي هي تظهر والتصوير ما يبانش فيه اضاءة لكن انت لو تشتغل ببلاستيك نص سلامة مفيش مشكلة هتشتغل بألوان رسم هتطلع اجمل من كده كمان بس انا بعملها بأقل الوان ممكن تبقى متوفرة عند اي حد الوان النقاشة العادية مفيش مشكلة كل ما هترسمها بألوان مثلا رسم او الوان اعلى تديك جودة اعلى في الشغل بعد كده بابدأ بقلب الالوان بتاعتي بس مش باسيب شوية بني طبعا وباسيب باقي الالوان بقلبها جزء على جنب وبابدأ اشتغل بيه وبعد كده بظل التروف في الايد يمين وشمال بالبني زي ما حضرتك شايف بحيث اللي انا اعمل الزل والنور في الدراع بابدأ اكمل الرسمة بتاعتي وبفتح باحت الظهر شوية زي ما حضرتكم شايفين كده الاجزاء اللي عايزة تفتح بفتحها الاجزاء اللي عايزة تبقى اغمق شوية بغمقها باشتغل من الصورة بتاعتي وبابدأ اعمل الايد معلش ممكن صوت يكون بس مضهر شوية عشان عندي برد فاستحملوني بقى بابدأ بعد كده اكمل الزل والنور بتوع الايد زي ما حضرتكم شايفين اي جزء عايزة بقى اغمق بنغمقه بنشتغل زي الصورة وبعد كده بنجيب اصفر كناري وابيد واسود وبني بحيث اللي احنا نعمل الوردة بتاعتنا طبعا فيها اجزاء غمقه واجزاء فتحه زي ما حضرتكم هتشوفه بابدأ احط الخامة طبعا البلاستيك بينشت بسرعة فانا ما باجه اظل الوردة زي كده بابدأ اعملها سريع شوية بعمل الفاتح وبعد كده الغامل وببدأ ادخل الالوان في بعض زي ما حضرتكم شايفين بعمل الفاتح وبعد كده ملغمق بابدأ اعمل دمج للالوان او تسيح الالوان في بعض زي ما حضرتكم شايفين وبغمع الجزء اللي تحت وطبعا كل ده والالوان طرية بتاخد تدي معايا لكن لو سبتها تنشف طبعا مش عرف تحكم فيها طبعا اغلبية الالوان دي هي بتتخف بمية عادية بس انا بشتغل بيها من غير ما حطت لهم مية خالص حيث اللي هي تسطر معايا والالوان ما تنشفش بسرعة تبقى فيها طبقة كده تتاخد وتدي معاك وانت بتسيح الالوان بعد كده بعمل الجزء اللي فوق وجزء اللي فوق ده بيبقى اغمق بابدأ اعمل غمق وبعد كده ابدأ افتح جزء جزء لحد ما تيجي فوق خالص تبقى افتح زي ما حضرتكم شايفين طبعا الالوان طرية معايا دلوقتي فبتاخد وتدي زي ما حضرتكم شايفين وبتبدأ تكمل الوردة بنفس الطريقة اللي حضرتكم شايفينها وبتبدأ تقفل بقى الغمق والقلبية اللي فوق الفاتح بالطريقة اللي حضرتكم شايفينها بتبدأ تلون الوردة كلها بتدخل الوان في بعضها عشان تبقى متنسكة بعد كده بنجيب لون احمر واللون الابيض الاساسي اللي معنا وبنبدأ نلون الوردة التانية طبعا دي بتبقى اسهل شوية لان احنا بنلون وبنعمل لها زل غمق في الاخر زي ما حضرتك شايف كده يعني ممكن تلونها كلها وبعد كده باللون البنك الغمق او الاحمر الغمق تظل للطروف بتاعتها زي ما حضرتك شايف كده تبدأ تنورها شوية باللون الفاتح الداخلي بعد كده تعمل القلب بتاع الوردة باللون الاحمر والابيض تعمل زل فيه بعد كده نعمل الفرع بقى الخضرة بنجيب اصفر واخضر ونقطة اسود والابيض الاساسي المائي اللي معنا نبدأ ناخد اول ورقة طعم بناخد الفرع الرئيسي وبعد كده بنبدأ نلون الورق بتاعنا زي ما حضرتكم شايفين ممكن تفنشها بالطريقة دي او ممكن يعني تبدأ تلونها كلها زي ما حضرتك شايف لون يعني تعملها لون اغضر ووسط كده ولا فاتح ولا غامق وبعد كده بتبدأ بقى تعمل فيها الغامق من الجزء اللي تحت طبع الفرع اللي في النص هيبقى غامق بعد كده بنبدأ نغمع الجزء اللي تحت بنعمل زيزل ونور بتكمل الورق كله بنفس الطريقة طبعا انت عايز تعمل ورق افتح ما فيش مشكلة عايز تعمله على اصفر كناري ما فيش مشكلة يعني الورق مش هيفرق قوي لو لونه راح شوية على افتح شوية او اغمع شوية مش هيأثر في حاجة معاك عايز تنواره اكتر على كناري ما فيش مشكلة بردك وبعد كده وممكن ان انت بتدهم بالسبوع كده تسيح الالوان في بعض لان كله لسه طري مش مش بي اي وابق بسرعة بس مش بسرعة قوي يعني تقدر تتحكم فيها شوية زي ما حضراتكم شايفين كده بابدأ اعمل النور والزل زي ما حضرتك شايف كده فاتح في غامق وبيد شكل كويس بعد كده بنجيب لون بورتقوني اللون الورنج اللي حضراتكم شايفينه ده وبابدأ ادهن كل القلب بتاع الفراشة وطبعا التروف اللي تحت لازم اغمقها شوية زي ما حضرتك شايف يعني بعمل شوية غامقين واي تروف بتبقى في الجزء اللي تحت بانور اللي فوق وبابدأ اغمق الجزء اللي تحت زي ما حضرتك شايف كده بجيب لون اغمق شوية وبسيح اللونين مع بعض بنفس الطريقة اللي حضرتك شايفها دي بامشي كده بنفس النظام في كل الفراشة بتاعتي تبدأ تغمق الجزء اللي تحته ده بيدي شكل جمالي في الاخر لما بتيجي تشطب وبتفرق جدا زي ما حضرتك شايف لازم يبقى فيه زل وفيه اضاءة او فيه نور شوية طبعا انت عايز تغير الالوان مافيش مشكلة او لو عايز تعمل حاجة مناسبة للمكان بتاعك او العفش مافيش مشكلة بتشتغل بنفس الطريقة برضك بتظل حتى لو هتعمل موف او هتعمل اي لون تاني بتخلي فاتح في غامق زي ما حضرتك شايف وبابدأ لو اجزاء غمقت مني بابدأ افتحها معا لونين كده كده بعد كده بجيب اللون الاسود البلاستيك كل الالوان اللي انا شغال بيها بلاستيكات دهانات عادية بتاعت النقاشة بابدأ الون الجزء بتاع الشعر او الدماغ زي ما حضرتك شايف وبجيب اللون الابيض وابدأ اعمل الشكل الشعر بتاع الفاتح المناور شوية حيث اللي يدينا شكل الشعر زي ما حضرتك شايف طبعا الاسود لسه طريق ياخده يدي معاك لازم تعمله على طول ما ينشفش منك بحيث اللي هو يدي الشكل طبعا عشان اسود لازم تعيد عليه مرة واثنين بالابيض بحيث اللي هو يدي لك شكل الشعر بعد كده بتعمل كم شعر طالع يعني شوية شعر طالعين على الظهر زي ما حضرتك شايف بحيث اللي يبقى شكلهم يعني واقع شوية بنفس الطريقة كده وبعد كده بلاقي الجزء ده عايز فتح شوية بابدأ افتحه بحيث اللي هي يعني يبقى ظاهر اكتر زي ما حضرتكم شايفين يعني بعيد عليه كزا مرة عشان الاسود غامق مش بيستر بسرعة بعد كده بجيب اللون الاسود وببدأ اقفل بقى الرسمة بتاعتي كلها يعني كل الحاجات اللي انا اسبتها في جناح الفراشة ببدأ اقفلها باللون الاسود زي ما حضرتكم شايفين كده طبعا بيخلي الاسود شحم يعني تقيل مش بنخفه بمية كتير ممكن حاجات بسيطة عشان يغطي ويقفل اللون زي ما حضرتك شايف كده هو مرة واحدة بيقفل وبيديك اللون الاسود الغامق لكن لو انت خفيت اللون ده مش بيستر معك كده بتبدأ تيدي عليه مرة واثنين فانت بتخلي الاسود الخامة الى شوية اهم حاجة تحديد الاسود ده يبقى مظبوط لان ده الشكل النهائي وده الفينيش بتاع الرسمة فكل ما يكون مظبوط كل ما بيدي لك شكل جمالي اكتر وشياكة للرسمة وكل ما بتطول عليه بالك بيطلع شكله اجمل ويطلع احلى من كده بكتير يعني انا بعمل رسومات وبلغيها انت ممكن تعملها في وقت اكتر من كده وتعملها اجمل من كده بكتير دي بالنسبة لي فطورة لكن انت بالنسبة لك لو تعمل رسمة وهتسيبها تعملها باتقان احلى من كده كمان كل ما بتدي الشغل وقته كل ما بيطلع اجمل ببدأ اقفل وبسيب النقط اللي هتيجي ابيض زي ما حضراتكم شايفين طبعا الصورة بتبقى معاك بتبدأ تشتغل منها ودي بتسهل عليك شوية طبعا ببدأ تزبط لو في اي حاجة مش مزبوطة بعد كده بنجيب لون بني بس مش بالاسود وبنبدأ ان احدد الايد الايدين بحيث البني برده شكله هيبقى جميل ويحدد الرسمة ويظهرها اكتر بس ما بقاش اسود ده بني غامق زي ما حضراتكم شايفين كده ظهر طبعا الرسمة معنا بعد كده هنجيب الابيض وهنبدأ نفنش الرسمة بتاعتنا ودي اخر حاجة وطبعا نقطة البيضة دي بتزهر جدا وبتتعامل بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده بتزهر معنا الشغل بطريقة زي ما حضراتكم شايفينها بتعملها بالفرشة بطريقة بسيطة جدا زي ما حضرتك شايف كده والابيض برضك يكون تقيل ما تخفش الابيض بحيث اللي هو يغطع الاسود وبقى شكله ابيض صريح وبكده نكون خلصنا الرسمة بتاعتنا اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك لو انت مهتم مجال الرسم والدكور اشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اشوف حضراتكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة